اشتركوا في القناة مصرع أربعة مرتزقة وجرح أكثر من ثلاثة عشر بينهم قيادية كما قام مرتزقة العدوان السعودي بوضع ثلاث نقاط تفتيش أمام منزل الشهيد الشيخ سالم غفينة الأجدعي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمدرية مجزر كخرق للهدنة التي تم التوقيع عليها إلى ذلك شن الطائرات العدوان السعودي غرتين على منطقة حمى الثوابة وشرقي سرواحة في خرق لوقف إطلاق النار لليوم الثامن على التوالي وكانت اللجنة أبرمت اتفاقا مع مختلف الأطراف على وقف إطلاق النار بالمحافظة في جميع جبهات القتال وهي سرواحة الجدعان حريب والعبدي نهمة ابتداء من بسائل أحد ذكرت المصادر أن الاتفاق شامل كذلك إيقاف التحشيد والتعزيزات العسكرية إلى جميع جبهات القتال بمأرب والإشراف من قبل اللجان على عملية وقف إطلاق النار كما تم الاتفاق أنه في حال حدوث خرق تتم معالجته وإعادة الخرق إلى ما قبل حدوثه كما تم وضع آلية التواصل بين الطرفين وذلك بتكليف شخصين اثنين للاتصال بينهما شكرا